بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الالي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند خلاص بنتكلم في ساعات قليلة جدا باذن الله وان شاء الله باذن الله سواء في مباراة النهاردة مباراة سيراميكا كليوباترا امام بيراميدز او حتى في مباراة الاهل والزمالك يعلن بشكل رسمي الاهل بطل للدور العام خلال هذا الموسم موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين ساعات قليلة جدا ولكن مش هنسبق الاحداث هنستنى مباراة النهاردة وكمان عندنا مباراة مهمة جدا على المستوى الفن مباراة كبيرة قوية يوم الخميس امام نادي الزمالك اكيد خلال الساعات القادمة لا حديث يعلو اكتر من حديث عن مباراة القمة هي المباراة الاهم خلال الفترة اللي جاية ممكن تكون تتويج بشكل نهائي لهذا الموسم لهذا الجيل من اللعابين من اجل اعطاء راحة استعدادا للاجندة المزدحمة في الموسم المقبل وهنشوف الفترة اللي جاية مرس الكولر ازاي هيتعامل مع الفترة اللي جاية وازاي هيتعامل مع مباراة الزمالك في الظل ان الفترة الاخيرة الفرقتين عاملين نتائج مميزة في الدور العام الاهل طبعا متصدر المسابقة وعمل رصيد عالي جدا من الانتصارات والاهداف والزمالك خلال اخر خمس ست مباراة بيكسب بشكل متتالي سواء في مباراة كأس مصر او حتى مباراة الدور العام فننتظر ان شاء الله نشوف مباراة كبيرة يوم الخميس المقبل وبإذن الله كل التوفيق للنادي الاهل حالة النهاردة فيها كواليس مهمة جدا وفيها نقطة مهمة جدا النهاردة هتكلم فيها لان السوشيال ميديا نشايف فيها كلام كتير جدا والبعض اللي بيحاول يدخل في مبادئ ومفاهيم متعلقة بالنادي الاهلي وهو ليس مشجعا للنادي الاهلي النهاردة هنتكلم على الجزئية دي وهنتكلم على الامور اللي بالتأكيد بتهم بشكل كبير جدا جماهير النادي الاهلي في الفترة القادمة ولكن نبدأ حلقتنا كالعادة بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز اعرف من وجهة نظركم افضل مباراة قمة ما بين الاهلي والزمالك انت تفرقت عليها وشفتها من وجهة نظرك تقدر تشارك معنا وتقول لنا وجهة نظرك من افضل مباراة لتلعبت ما بين الاهلي والزمالك على مدار التاريخ سواء في الدوري في الكاس في البطولات الافريقية تقدر تشاركوا معنا وتجاوب على هذا السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وطبعا عندكم يعني رصيد طويل جدا من مباراة القمة الكبرى على مستوى النتائج وعلى مستوى الاداء طبعا بالنسبة للنادي الاهلي الاهلي صاحب الرصيد الكبير جدا في الفوز على الزمالك في مباراة القمة محليا وقريا لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الاهلي الاهلي يستاني في تدريباته غدا وفي التريند المحلي ميكالي يعلم رغبته في تواجد صلاح بالأولمبياد وفي التريند العالمي سان جرمان يجدد اهتمامه بالتعاقد مع صلاح صراحة لمش شايف أي بوادر في مسألة رحيل صلاح على الليفربول بس مع كلام كتير قوي ممكن ينتقل لأي من الأندية في الدور الأسباني كانت فترة طويلة بتتقال ممكن ينتقل لأندية موجودة في الدور الإيطالي كانت بتتقال لفترة طويلة يومين اللي فاتوا تتكلموا على الدور السعودي دلوقتي بتتكلموا على باريس سان جرمان عموما أنا شايف بصراحة الفترة الحالية يبدو المصلاح مستمر مع الليفربول خلال الفترة اللي جاي طب استعراض مباريات اليوم والنهاردة فيه أربع مواجهات حاسمة وفصلة في صراع البقاء في الدور العام خلال الفترة اللي جاي لو هنستعرض المباريات كل المباريات بنتلقى في توقيت واحد غزل المحلة هيواجه البنك الأهلي الدخلية هيواجه الإسماعيلي طلاع الجيش هيواجه أسوان سيراميكا كليوباترة هيواجه بيراميت المباريات الأربعة في توقيت واحد الساعة تمانية ونص وهذه المباريات ضمن إطار مباريات الجولة التلاتة وتلاتين الجولة قبل الأخيرة من الدوري العام ولكن لو نستعرض المباراة ونشوف شكل المباراة بترتيب أهميتها مثلاً أتقول البنك الآلي في مواجهة المحلة البنك الآلي 35 نقطة المحلة 32 لو المحلة كسب أسأ يعني نقدر نقول أشعر على صراع البقاء في الدوري للجولة الأخيرة لو نبص على مباراة الإسماعيل والدخلية الإسماعيل 34 والدخلية 32 لو الدخلية كسب الإسماعيلي هيبقى الدخلية 35 زي المحلة لو كسب البنك الآلي هيبقى 35 فيبقى عندك البنك الآلي والدخلية والمحلة الثلاث فرق 35 عندك كمان مباراة طلاعي الجيش وأسوان اللي اتنين زي بعض 33 33 يا سلام بقى لو انتهي التعادل يبقى 34 34 وعندك سيراميكا هيلاعب بيراميز وسيراميكا 34 وماتش سيراميكا وبيراميز مهم عشان بطولة الدوري أي نتيجة غير فوز بيراميز الأهل بطلة للدور العام النهاردة يعني تعادل بيراميز وسيراميكا فوز سيراميكا على بيراميز الآلي بطلة للدور العام بيراميز كيست سيراميكا سيراميكا 34 هيبقى عنده مواجهة صعبة جدا في الجولة الأخيرة ويبقى الجولة الأخيرة فيها 6 فرق أو 7 فرق لسه عندها فرصة للبقاء وممكن نلجأ لفكرة المواجهات المباشرة أو نلجأ لفكرة الأهداف فالنهاردة النتائج دي هتكون مؤثرة بشكل كبير جدا في ترتيب شكل البقاء في الدور العام والصراع على النجاء من الهبوط خلال الفترة اللي جاية نتمنى يا رب إن شاء الله نشوف مباراة مهمة وقوية والنهاردة حتى كل المباراة بيديرها حكام الدوليين شايفين أمين عمر في مباراة محمود البنة موجود في مباراة محمود عشور بيدير مباراة يعني كل المباراة أكيد فيها حكام دوليين على مستوى عالي عموما نخرج إلى فاصل ونرجع من الفاصل إن عندي تلات ملفات مهمين جدا هتكلم فيهم وكل ملفه التاني أهم بس هبدأ بأهم ملف لإعلاقة بجماهير الأهلي وما يصدر على السوشيال ميديا لجماهير الأهلي من مش أقول من جماهير بعض الفرق المنفسة ولكن من بعض من ينتمي لإعلام وهو ليس له علاقة بأي مبادئ الإعلام وقيم الإعلام ولا حتى مهنية الإعلام وما يصدره بشكل سلبي تجاه جماهير الأهلي في كل فترة انتقالات منذ قديم الأزل وحتى الآن يبدو أنها مدرسة مستمرة هنتكلم عليها عشان نتكلم في قواعد مهمة جدا أعتقد جماهير الأهلي عرفاها ولكن مهم جدا نتكلم ونشرحها لكل جماهيرنا في كل مكان كل ده ولكن بعد الفاصل طيب احنا النهاردة بنتكلم في عشرة يوليو احنا النهاردة عشرة سرعة عندك شهر سبعة وشهر تمانية وكام يوم كده من تسعة هيبقى الكلام كتير قوي على موضوع الصفقات والانتقالات ولكن ده طبيعي منطقي الإعلام الصحافة الجمهور السوشيال ميديا حدث مهم جدا كل سنة وده في العالم كله على فكرة مش في مصر ولا في الدور المصر ولا تدعمات الأهلي وانتقالات الآلي أو أي فريق تاني ده في العالم كله سوء الانتقالات ده بيبقى سوء يعني بقرة تمام للإعلام والصحافة على مستوى العالم أخبار مهمة بتشوف القيمة التسويقية لانتقال اللاعبين بيبقى فيه مفاجآت نجوم كبيرة ممكن تنتقل من نادي لتاني شوفنا حتى في الدوريات الأوروبية أسماء كبيرة انتقلت من نادي لتاني فيه بالريال وبرشلونة واليونيتد والليفربول والسيتي كل ده موجود ولكن تيجي عند الأهلي ترى العمر مختلف ليه عم الحج الأمر مختلف يتكلم أساسا مش أهلاوي مالوش علاقة بالأهلي لهو مشجع للأهلي ولا هو حتى إعلامي منتمي لمنظومة الأهلي ولا حتى إعلامي بيطلع يتكلم عن الأهلي حتى بشكل كويس وهو بطل إفريقيا وبحقق بطولات وتاريخي الإعلامي يعني الحمد لله يعني احنا عارفين تاريخه محفوف دايما بالمخاطر كل الأضايا اللي بيتكلم فيه أضايا خاطئة وكل تاريخه كله مشاكل ولكن دايما يطلع يقولك مبادئ والقيم الأهلي كلام ده بنشوفه كل فترة مع سوق انتقالات ومع قرب الأهلي من تحقيق نجاحات على جميع المستويات على فكر سواء على المستوى الإداري سواء على المستوى الفني سواء على مستوى البطولات نينة كأس السوبر كأس مصر فوز بدور أبطال إفريقيا ساعات قليلة إن شاء الله وتبقى الخماسية والأهلي يفوز بالدور العام فمع قرب كل فترة انتقالات دايما ومع قرب اندمام صفقات جديدة أو الأهلي يبدأ يشتغل للتحضير للمسلم الجديد تلاقي دايما كده تطلع ناس تانية ومسؤولين أندية تانية يحاولوا مش يحاولوا ده بيتكلموا على تشويه سوابة وقيم ومبادئ النادي الأهلي أنا مش عارف بصراحة وهم عارفين يعني أنا مش عارفهم عايزين إيه وفي نفس الوقت هم مش عارفين إيه وزي الأهلي يعني أنا قادر إن كان بحاول بس أختار المعاني اللي ممكن طليق بالمكان اللي احنا فيه لأن احنا على فكرة احنا بنمثل النادي الأهلي إعلام الأهلي هو جزء من منظومة الأهلي ولكن هم مش عارفين يبقوا زي الأهلي مش عارفين يكسبوا بطولات مش عارفين يعملوا تخطيط مش عارفين يعملوا استراتيجية مش عارفين يبقى عندهم يعني إيه استقرار إداري مش عارفين يعملوا يعني إيه ميزانية مش عارفين يعظموا قيمة ومكانة النادي اللي ممكن ينتموا ليه ولكن دايماً بيحاولوا يشككوا والتشكيك ده الهدف منه إنه يوصل ده لجمهير الأهلي بس على فكرة جمهور الأهلي عارف كويس جداً إن الناس اللي تتكلم دي يعني التاريخ الحمد لله زي ما بقولي يعني تاريخ مشرق بالمواقف الكتير اللي الناس عارفة هي بتطلع بتتكلم بهدف حتى لو بتتكلم في أماكن محايدة ما أخده بالكو هي الفكرة ما بقيتش اللي أنا أطلع دلوقتي في المكان المباشر وأوجه بكلامي بشكل مباشر وأعرف أوجه وأقول أنا هنا بمثل مين لأ ممكن أطلع في مكان محايد وأوجه الرسالة اللي أنا عايز أقولها بس هو ماسك العالم وبيشجع واضح قوي ولكن طبعاً الناس دي مش منتظين إحنا نعرفهم وهو الأهلي أنا كل كلامي يهميني إن أتكلم مع جمهير النادي الأهلي الأهلي منظومة منضبطة ومحترمة ومحترفة لها قواعد صارمة بتطبق على الجميع أي حد بيشتغل في النادي الأهلي عارف إن في قواعد بتطبق على الجميع وفي أجيال كتيرة أجيال كتيرة لعبة في أماكن مختلفة مش أقول مكان واحد يعني عشان برضو إيه محدش ياخد الكلام على نفسه لعبة في أماكن مختلفة بس لما دخلت وانضمت للأهلي التزمت بالمبادئ والقيم والثوابت ودخلت في منظومة العمل الاحترافية للنادي الأهلي لا بتسمع لها مشكلة ولا بتسمع لها أزمة ولا بتشوف لها صورة ولا بتشوف لها صهرة ولا بتشوف الكلام ده خالص بالعكس أول ما بينضموا للأهلي والتاريخ طويل مش عقول أسماء بس التاريخ طويل والناس عارفة سواء دلوقتي أو قبل ثلاث سنين أو قبل عشر سنين أو قبل عشر سنين أو قبل عشرين سنة أو قبل تلاتين سنة فإحنا مش محتاجين نتكلم على الأهلي هيعمل إيه في الصفقات ولا هنشكك حتى في صفقات الأندية المنافسة عمرنا مطلعنا تكلمنا على صفقات الأندية المنافسة ما بنشغلش نفسنا بحد تاني ليه؟ لأن احنا الحمد لله عندنا مش هتكلم على التاريخ بس عندنا يعني شغل كتير ممكن نتكلم عنه ونبروزه ونشرحه ومعلومات وداتة كبيرة جدا ممكن نتكلم فيها عن النادي الأهلي إيه ما بنتكلم عن افتاح فرع جديد إيه ما بنتكلم على بطولة إيه ما بنتكلم على تخطيط مباراة إيه ما بنتكلم على معلومة هم الأهل وجماري الأهل في الفيفا أو في الكاف عندنا الحمد لله عندنا حيات كتيرة ممكن نقولها عشان كده عمرنا ما بنروح لأنديام ونفسة لأن طالما أنت جدول أعمالك ما ليه بالإنجازات هتقدر تتكلم وتشرح وتقدر تملى الهوى بتاعك بكلام يفيد جماهير الأهلي ومفيد كمال لجماهير الكرة المصرية اللي ما عندهش حاجة أكيد هيشغل نفسه بحاجات تانية بس لما يشغل نفسه هيشغل نفسه بمين؟ بفشلة؟ لا أكيد هيشغل نفسه بالناس النكحة فطبيعة هيتكلم على الأهلي بس لما تتكلم على الأهلي اتكلم وقول النتائج اللي موجودة وتكلم وقول الأهلي بيحقق إيه وبيعمل إيه مش هتقدر منجواك تستحمل وانت بتقول ده خلاص شوف لك ملف تاني تكلم فيه بس ما تجيش على ملف يخص الأهلي وإدارة الأهلي وتعاقدات الأهلي وجماهير الأهلي وتلعب في مبادئ وقيم وثوابت محدش فينا هيسمح لحد أن يتكلم فيها تاني لأن اللي تكلم فيها قبل كده تخطى الخطوط الحمرة وللأسف كان كلام كتير كله غلط يا راجل ده طلعه في فترة كان يقولك إيه لعيب جاي يقولك ده عنده وصابة مزمنة لعيب تاني جاي يقولك ده عنده فيروس لعيب جاي يقولك ده مسنن لعيب جاي يقولك ده الأهلي خطفه هو مش قادر ينجح مش قادر يشتغل مش قادر يخطط ما عندوش كمان فكرة العمل المؤسسي فكرة الوان من شو مش في الأهلي بس فكرة الوان من شو في مكان تاني بس عشان هو في مكان تاني ومش قادر يبقى زي الأهلي فيقولك إيه ده اللعيب اللي جاي ده عنده فيروس خد بالكو يعني محركات البحث على جوجل لو دخلت وشفت اللي بتكتب عتلاقي مين اللي كان كتب الكلام ده قبل كده هو دلوقتي بيطلع وبيتكلم قالك لعيب في الأهلي أجنابي كان جاي عنده فيروس هو دلوقتي موجود وبيطلع يتكلم ويقولك ده الأهلي جاب لعيب مثلا عنده وصابة مزمنة ده الأهلي خطف لعيب ده الأهلي جز هو هو الكلام اللي بيتردد على مدار السنين بس لما تشوف النتيجة انت بتنجح وهو بيفشل لأنه هو شاغل نفسه بيك فيا جمهور الأهلي لما تسمع حد بيتكلم عن المبادئ والقيم والثوابت أكيد هتسمع من واحد أهلوي قوي يهمه مصلحة الأهلي قوي لنه ده ممكن تسمع منه تفهم منه كلمة عايز يقول ايه فتقتنع وهيتكلمك على التاريخ الأهلي لكن أي حد تاني عايزك دايما ياخدك في سكة لأ ده الأهلي بيخطف لأ ده الأهلي جايب لعيب عنده أصابة مزمنة لأ ده الأهلي جايب لعيب عنده فيروس طبعاً الكلام ده كله احنا عارفين التاريخ كل اللعيبة اللي تقال عليها الأسماء دي كلها كانت معلومات غلط وعلى فكرة لو سألت أي حد في المنطقة العربية بالكامل بما فيها اللعيبة اللي تلعب في الأنديا المنافسة سواء في مصر أو خارج مصر أو حتى مع المنافس التقليدي لو سألت ونفسك تلعب فينا يقول لك ألعب في الأهلي ليه بقى؟ ما هم لو سألوا نفسهم السؤال ده عيرتاحه ليه نفسها لعب في الأهلي؟ منظومة إدارة استقرار مالي استقرار إداري مفيش فكرة الوان من شو بطولات تاريخ شعبية جماهرية مستقبل قيمة ومكانة حاجات كتير جداً شوف أنا بس في ظرف عشر ثواني قلت 11 عنصر بقى بالك بقى أنت لو رحت وسألت في الشارع جماهر الأهلي ليه أي لعب نفسه يلعب في الأهلي يا نهر رابط هتسمع حكايات وقصص وروايات عموماً الأهلي ما بيشتغلش إلا تبقى للقواعد والمبادئ والقيم والثوابت وطبقاً للأمور الفنية اللي بيحتاجها أي مدير فن عمر الأهلي ما يجيب لعب لفكرة أنه يخطف لعب عشان مدرب مش عايزه كلام ده ما بيحصلش في الأهلي عمر الأهلي ما اشتغل كده عشان كده دايماً تلاقي الأهلي بيشتغل وبيكسب ليه لأنه بيختار طبقاً لاحتياجاته ومش هنروح بعيد هو في انتقالات يناير لما الأهلي جاب مراوان عطية وجاب أحمد قندوسي اللعب الجزائري اتقال إيه؟ اتقال كثير والأهلي مش محتاجهم بعد سبع شهور إيه اللي حصل؟ مين أساسي؟ مين فرض اسمه ظهر بشكل أساسي؟ مين كان مؤثر مع الأهلي ولعب بشكل أساسي؟ مين الأهلي كان محتاجه فعلاً في المركز ده عشان يلعب معاه الفترة الجاية؟ مراوان عطية وأحمد قندوسي إيه الأهلي بيشتغل بشكل مؤسسي وبيشتغل بشكل سليم؟ ولا لا بيشتغل بشكل سليم؟ حتى اللعب الأجنبي مش هتكلم على اللعب المصري ده اللعب الأجنبي لو انت دخلت في صراع معاي على ضمه عتلاه هو بيختار الأهلي رغبته الأهلي رغبته في المقام الأول الأهلي القصة بتبدأ من مدير فني اجتماعات مع لجلة التخطيط اجتماعات مع قطاع الكورة وبعد كده بيتم إبرام الصفقات ثم اعتماد مجلس الإدارة ده سيستم العمل داخل النادي الأهلي مش هجيب اللعب واقعد جنبي هنا واجيب الكاميرا هنا وكلمتين كده وكلمتين كده واعمل جو الوان منشو ويبقى خلاص أنا كده عملت الصفقة وانا البطل وانا التاريخ عمرها ما كانت كده عشان كده الأهلي مختلف عشان كده الأهلي ليه تاريخ ولكن يدار بنظام علمي محترف ومحدش هيقدر يلعب في قيم ومبادئ وثوابت النادي الأهلي والأهلي يقدر في توقيت معين يشوف مصلحته ومصلحة فرقته ومصلحة جماهيره ويشتغل على التحديل للموسم الجديد والأهلي يقدر في توقيت معين يختار التوقيت المناسب اللي يقدر يعلم به أو يعلم فيه على الخطوات المتعلقة بالتعاقدات والصفقات بالنسبة للموسم الجديد ولكن كلا في توقيته إمتى؟ ممكن خلال ساعات ممكن خلال أيام ده أمر يتعلق بسيستم العمل داخل النادي الأهلي إحنا كمنظومة عمل داخل النادي الأهلي كمنظومة إعلامية بنتبع نفس النظام ممكن يكون عندنا أخبار وممكن يكون عندنا صبق صحفي ومعلومات يعني إحنا لو قلنا هنا الفيديوهات ممكن تعد المليون والاثنين مليون مشاهدة ولكن الفكرة بالنسبة لنا مش في الصبق الصحفي الفكرة بالنسبة لنا إمتى الأهلي يختار التوقيت المناسب عشان كلنا في النهاية بنشتغل في منظومة ننجح فيها كلنا حدش فيها بينجح لوحده عشان كده الأهلي السنة دي بطل إفريقيا وبيرجع البطولة اللي اتاخدت منه السنة اللي فاتت بيرجع الدوري اللي اتاخد من الأهلي السنتين اللي فاتوا بأخطاء تحكمية وفعل فاعل كسب اتنين سوبر على الزمالك وبرامدز المنافسين التقليديين للأهلي خلال السنوات الأخيرة كسب كاس مصر وإن شاء الله نكمل للسنة الجاية عنده دوري الأفريقي الممتاز كاس العالم للأندية كاس السوبر الإفريقي دوري وكاس وبإذن الله إن شاء الله الأهلي هيشتغل على الموسم الجاية لأن الأهلي كمان بيخطط لكاس العالم عشرين خمسة وعشرين ما تنسوش دي على فكرة كاس العالم عشرين خمسة وعشرين وعشان تلعب كاس عالم عشرين خمسة وعشرين باتنين وثلاتين نادي عشان تقدر توصل للأدوار النهية لازم تكون عندك أفضل لعيبة في مصر أيا كان هم ما فين هيجوا الأهلي مش غزب لا برغبتهم وعشان بتخطى كويس للفترة اللي جاية دي جوزايا مهمة جدا كان لازم أتكلم فيها وأشرحها لأن بشوف كلام كتير قوي على السوشيال ميديا كان لازم النهاردة أتكلم فيه مع جمهور النادي الأهلي وكل واحد بالتأكيد حاسس أنه هو عمل ده يكون عارف أنه هو عمل غلطة أو هو حاسس أن الكلام عليه لأن أكيد ما بيشتغلش إعلام ولا بيقدم مادة إعلامية ولا بيتكلم بصراحة مع الجماهير حتى لو في مكان محايد بس هو من جواه عارف أنه شايل عالم وبيشجع مش بيشتغل إعلام طيب الملف الثاني ومن بدا كان فيه حفل كبير جدا في العاصمة الإدارية المكان اللي هو فخر لكل مصري عارفين المكان الجديد العاصمة الإدارية لما تشوف التعمير والبناء والتطوير والحضارة المصرية في مكان زي ده ومجلولة ده كمان أنك تعمل ده أو تعلن عن شكل الدور الجديد في المصر المقبل من خلال التواجد في العاصمة الإدارية دي حاجة رائعة جدا وقام مصري لازم يكون فخور بالتطوير والبنية التحتية اللي بتتم في كل أرباء جمهورية مصر العربية طيب انبارح كان الإعلان عن شكل ودرع الدور الجديد وكان كمان الإعلان على شكل القرى القرى الموحدة اللي هيتلاعب بيها الدوري خلال المصر المقبل ودي كانت نقطة أكيد الكل كان بيحاول يشتغل عليها الفترة الجاية لازم تكون فيه كرة موحدة ما فيش حاجة اسمها كرة في مطشي هنا غير هنا وعلى المصر الحمد لله بيرفرف فوق العاصمة الإدارية وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر طيب عايزة نبه بس الحاجة بسيطة بعد الإعلان عن شكل درع الدوري وانه في التصميمات عايزة أقول قبل التصنيع النهائي للصور اللي وزعتها ربطة الأندية مكتوب عليها EST 1984 هي المفروض تكون 1948 يعني انطلاق الدوري 1948 مش 1984 ففي خلال التصميم نتمنى نجي فيه تدارج لهذا الموضوع عشان قبل أهو قدامكم حتى على الصورة مكتوبة 1984 يا جماعة هي 1948 طبعا دي العام اللي انطلق فيه بطولة الدوري العام نتمنى بإذن الله الفترة اللي جاية يتم تدارج هذا الخطأ عشان لما يتم تصنيع بقى الدرع أو التصميم الجديد يكون بشكل سليم الدوري بدأ 48 الأهلي كان أول بطل ليه حقق اللقب مع بداية البطولة تسع مرات متتالية ووصل للقب 42 وان شاء الله بيقترب خلال ساعات من اللقب 43 الدرع القديم لو انت حابب بقى تحتفظ به كاتحاد كورة اعتقد يعني من حق الأهلي انه يحتفظ به هو حد خد الدرع ده أكتر مني اطلاقا ده نواخد الدرع ده 42 مرة أو بلاش كده 43 مرة يعني 3-4 أضعاف أقرب المنافسين فأكيد الدرع القديم ده يدخل لمتحف الآله ويبقى احتفظ مهم جدا لغاية لما يطلع بقى الدرع الجديد والتصميم للموسم الجديد كان فيه لقاء مهم جدا مع الأستاذ عامر حسين المشرف على قدارة المسابقات وعدو التحاد الكورة بخصوص دوري هذا الموسم والاستعداد للموسم الجديد والحفل المتعلق بإطلاق اسم جديد على دوري ربطة الأندية المحترفة خلال الفترة اللي جاية نطلع نتابع كلام من أستاذ عامر حسين ونرجع لنعندي ملفه مهم جدا متعلق من هو حكم مباراة القمة بين الأهل والزمالك الخميس المقبل الحمد لله طبعا ان احنا اللي قلناه يوم القرعة وحددك فاكر الكلام دوت وقلنا كل الارتباطات انما زاد عليه ارتباطات أخرى كسعالم الأندية اللي هو شارك فيه نادي الأهلي طبعا دي حاجة كويسة المصري طبعا النادي المصري والنادي الأهلي راح يشارك في كاس العالم الأندية من درجة نقول لا أو من درجة نتناقش فيه إنما كان قرار مفاجئ من الاتحاد الدولي وتوقيت البطولة كان برضو مفاجئ ما كانش ما حدوده جود على الخريطة أصلا في الأجندة ونحنا بنتكلم في بداية الموسم عندنا كان مطمر المناخ مطمر كبير جدا وكنا لازم نحنا ناخد تعجل فيه أسبوع عندنا اثنين صوبر اتلعبوا عندنا كاس مصر كان فيه ثلاثة دوار من الموسم اللي فات وكان فيه نهائي كاس مصر وكان وقت كاس العالم الأندية لما تكرر فبالتالي تأجيل نهائي كاس مصر وبعد كده لعبنا كلها أخذ ده من التوقيتات ورغم كل ده الحمد لله احنا ثلاثين ثمانية كنا خلصنا الموسم اللي فات الموسم ده هو ثلاثين سبعة بالآخر مبارد بتاعة الأهل بتاعة الكاس فبالتالي كل الأمور ديت عشان نبدأ الموسم ينتهي تلاتين اتناشر من كام موسم في شهر اتناشر ونبدأ في شهر عاشرة بعدين نخلص شهر سبعة طبعا ده أكيد إنجاز كبير وإن شاء الله اللي جاي بقى أسهل إن شاء الله طبعا اختيار موفق جدا لأن طبعا احنا من غير الدولة الرياضة مش بقى في الرياضة أصلا وحداتك يعرف أن الدولة ورئيس السيسي اهتمام كبير راجل هو راجل ريادي ورياضة كل يوم يلعب الرياضة ويشجع الناس على الرياضة وركوب العجل يعني راجل ريادي فطبعا بيساعد كل المنظومة الرياضية فالمنظومة الرياضية كلها تجاري السياسة ديت فعشان نيجي المكان ده طبعا مكان موفق جدا واختيار موفق جدا لدينا نساعد طبعا المنظومة كلها السياسية والاجتماعية ودايما اتحادات حتى التحاد الدولي بيقولك أن التحاد الدولي كرة القدم بيقولك اللعيبة والمسؤولين لهم شق اجتماعي بجانب الشق الرياضي ومسؤولية اجتماعية قابل كمان المسؤولية الرياضية لأن الاتنين بيخدموا على بعض وذات الدور اللي لازم طبعا بتحاول الربطة اللي حقيقة اللي عامنا موجود كبير خلال سنتين واخدنا امور متقدمة كتير وان شاء الله حابة اللي جاية افضل بكتير لأن احنا دايما بنيجري يعني تلاقي ده كل الدول بتخططوا في هدوء وابتاع إنما احنا جينا من فترات فترات 2019 ومشاكل وتوقف كورا وبعد كده احداث بعض المباريات اللي مش عادلين نفتكرها فبالتالي انت بتقعد تجري عشان تلحق الأمور التانية يمكن احنا دايما بنزل من نفسنا شوية واخره من زي بنلعب كورا لغا دلوقتي والمغرب عملت والمغرب عملت بسنا حتبص جنبك كده ناحية المين المغرب حتلاقي النهاردة في مباراة الرجاء والوداد المغربي بيلعبه النهاردة الدور الجزائري لسه خالص من 4-5 ايام وكل دولة أقل مننا عدد في الأندية ما مروش بالمراحل بتاعتنا ما نهوش دوري مرة بشهر 12 فبالتالي كل الأمور ده لازم الناس تصبر علينا شوية ومنفعش نقول شوفوا 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 لا الحمد لله احنا منتخب لهم من برع كل اللعيبة اللي موجودون فيه في الدوري المحلي وتراعين من الدوري المحلي فريق المغربي كله بيلعب في الخارج ما بيقولوش في المغرب خالص ويمكن الموزيع المغربي مبارع يعني نشوفوا احنا بعكس ان احنا بنقول ان ده عيب عندنا سلبية هو بيقولها سلبية ان الدوري المغربي ما طلعش اي حد في المنتخب الاولمبي ولا في المنتخب الاول فنتمنى ان شاء الله اننا بس نصبر على بعض شوية كده والأمور تبقى كيس حكيت طبعا واوله من النواحي الامنية لان الامن الاول انا حضرت مواسم كنت بنظم فيه المسابقة في 3 اربع ملاعب لان كل الملاعب بقت مفتوحة الاندية كلها بتلعب في الملاعب بتاعتها الجمهور بيرجع واحدة واحدة وانتمنى طبعا ان الجمهور رغم ان بعض الجماهير وبعض الافراض من الجماهير بتكون جماهير ان هي بترجعنا للخلف خطوة لو خطوتين انما احنا ماشيين في خطوات فلازم طبعا دور الامن واضح جدا لازم نشكر الامن الحقيقة وميبقاش برضو احنا بنتكلم على ان عدد الجمهور قليل لان محدش عارف محدش في المطبخ بتاع النواحي الامنية وبشوف المشاكل اللي هما بيقابلوها يمكن انا الرابط شوية طبعا في الفترة اللي فاتت دي كلها عشان كده لازم اديهم حقهم على ان هما اللي بياخدوا القرارات الصحيح احنا بند كل الفرصة لرئيس لجنة الحكام ولجنة الحكام ان هي بتاخدوا القرار اللي هما الصحيح واللي هما شايفينه من وجهة نظرهم هما اللي هيخدوا القرار في الاخر وهم اللي هيخدوا برضو قرار امتى يتم اعلان عن الحكام المباراة احنا بنوفر لهم كل اللي هما طالبين بنوفر لهم المعسكرات اللي هما عايزينها لان دي تجربة جديدة الخبير الاجنبي اخر التجربة لازم حنوحكم طبعا هل ايجابية ولا سلبية فدي امور من الامور برضو الجديدة اللي دخلت على التحاد الكورة اني برئيس لاجنة الحكام اجنب اقول الاعلام الاول ان الحقيقة الجمهور بيسمع من الاعلام مش بالعكس الجمهور لما بيعرف الحقيقة الجمهور بلتزم وكل حاجة انما الاعلام بقى الاعلام زود عدد المشاهدين فعدد المشاهدين فيه مشاكل هنا زي ما بتمشي في الشارع ويتلاقي حدثة الناس كلها بتوقف كويس تلاقي مشكلة الناس كلها بتوقف انتنام بيتخنقوا اتلاقي الناس كتير بتوقف انما لو حاجة كويسة كده هتعدى عليها هتبص وهتقول حاجة حلوة وتمشي فبالتالي أتمنى نرجع للإعلام الصحيح إن إحنا نشوف الإيجابيات ما نزيدش على مشاعر الجماهير لإني وأنا بشوف حاجات كتير الحقيقة ونات بتزايد وعلى إنها أكتر من المسؤولين في الأندية نعم المسؤولين في الأندية مش محتاجين للناس دية الحقيقة وأنا كل الانتقاضات اللي أنا بشوفها في بعض الأمور وفي بعض القنوات المسؤولين ما بيقوليش الكلام ده خالص وكل يوم بقابلهم وكل بيكلموني وبكلمهم ما حاشو يشتكي ولاقي ناس بيتزايد عليهم هل يعني كده حيبوا محبوبين قوي نتمنى إن شاء الله إن كل واحد يعني يرجع لعقله حاجة عامر تكلم في النقاط مهمة جدا ويبدو نوز علام من انتقاضات الإعلام في بعض الملفات وإن المسؤولين ما بيطلعوش يردوا أو بيتكلموا أو بيناقشوا المسؤول في المشاكل دي بس العلام بس هو اللي بيتكلم ماشي حاجة عامر ما علينا الموسم بينتاي ولكن والله إحنا كإعلام على المستوى الشخص إحنا بنتكلم في قضايا بتبقى حقيقية والأيام بتثبت ده غيرنا بقى ده موضوع تاني بس عامنا بنتكلم على نفسنا دايما بنتكلم في قضايا حقيقية ولكن هو أتكلم على موضوع الحكام وقال كلام مهم جدا قالك بنوفر لهم وبنعمل لهم معسكرات وإيه وكل حيهم عايزنا طب فين الفلوس فين المستحقات حكام الدارو ممتاز من الأسبوع إلى 14 لغاية دلوقتي ما أخدوش ولا مليم يعني اتلعب ما يقرب من حوالي 19 أسبوع فين مستحقات الحكام فين مستحقات حكام القسم الثاني القسم الثالث القسم الرابع لما توصل المستحقات لـ 28-30 مليون فلوس الناس دي يعني تتصرف إمتى في حكام على فكرة بتصرف من جبه عشان تسافر تحكم ماتش في أسوان ولا في سكنيرية يعني أعتقد جزء مهم جدا من مسؤولية اتحاد الكورة زي ما قال اللي احنا بنوفر كل حاجة للجنة الحكام انتو بتوفروا للجنة الحكام ببتوفرواش للحكام في فرق شاز على فكرة يعني انت بتوفر مستحقات اللجنة مستحقات الخبير البرتغالي ولكن مستحقات الحكام مش موجودة والمعسكرات اللي اتعامل اتعامل معسكر ولا اتنين فين المعسكرات الدايمة فين الشغل الكبير مش موجود طيب مباراة القمة حكم مباراة الاهل والزمالك هيكون مين لفت انتباهي وهي معلومة مع استنتاجات عشان بس محدش يقولك ده احنا اعلننا حكام القمة لا احنا بنحاول قدر الامكان نوصل وبنجتهد عشان نعرف ابرز المعلومات النهاردة في اربع مطشات المحلة والبنك الاهل الداخلية والاسماعيلي الجيش واسوان وصيراميكا وبيراميدز الاربع مباراة دي ما فهمش ابرز اتنين مساعدين موجودين في مصر محمود ابو الرجال واحمد حسام طه دول ابرز اتنين مساعدين موجودين من القائمة الدولية مش موجودين في الاربع مباراة الفاصلة فبالتالي اكيد تم اختارهم انها يكونوا موجودين في مباراة القمة سواء في الملعب او ممكن مع تقنية الفيديو طيب بالمعيار ده وبالمبدأ ده لما تريح النهاردة ابرز اتنين حكام مساعدين معاك مايلعبوش المباراة الحاسمة والفاصلة دي والمساعد ما بيجريش كتير او يعني زي حكم الساحة ولكن انت النهاردة لا موجود احمد حسام طه ولا محمود ابو الرجال وانا حتى قدام المطشط كلها يعني فبالتالي اكيد الحكام دي هتكون مرشحة لمباراة القمة ولكن بالمعيار ده لو خدنا معيار يبقى بالتالي امين عمر ومحمود البنة ومحمود ناجي ومحمود عشور ايضا كمان كده كده مش هيكون موجود في مطشط وزمالك مش هيكونوا موجودين يوم الخميس وهتكلم تحديدا على امين عمر ومحمود البنة لان دوله اكتر اسمين كانوا بيتقال على طول ان هم مرشحيوا لإدارة مباراة القمة ولكن الاتنين النهاردة بيديروا مباراة يوم الاتنين والمطش الخميس هل فنيا بدنيا ينفع حكم لسه ما تمش اختاره ان عنده مطش الاتنين وعنده مطش الخميس لو هتدي له الخميس لازم النهاردة بعد المطش تقوله انت عندك مطش من الخميس خاصة امين عمر ليه امين عمر لانه حكم محترف موجود في معسكر الحكام المحترفين الافارقة في مصر يوم الاربع اللي جاي وعشان تختاره لازم تعمل حاجتين تبلغ امين عمر قبلها بفترة تحديدا النهاردة عشان يعمل الريقافر والاستعداد لمباراة الخميس والحاجة التانية لازم تبلغ لجنة حكام الكاف عشان يبقى عندهم علم ان الحكم امين عمر هيدخل المعسكر يوم الاربع وهيطلع عنده مطش الخميس ويرجع تاني للمعسكر لازم الاستئذان من لجنة حكام الكاف ولكن لما تريح النهاردة ابو الرجال واحمد حسان طه يبقى اكيد الحكم اللي هيدير مباراة القمة مش من ضمن الحكام اللي بيديره مباراة النهاردة ده لو المعيار هيشتغلوا بكده طيب بما ان مطش النهاردة او مطشات النهاردة ما فيهاش ابراهيم نور الدين قبل ما ادخل الحلقة اتقال اسم ابراهيم نور الدين كذا مرة ومن كذا مكان وكذا مصدر وابراهيم نور الدين ما نفاش يعني لم ينفي ان هو تم اختاره بادارة مباراة القمة لا اكد ولا نفع فهل ابراهيم نور الدين هو اللي مرشح لهذه المباراة مش اقول وجهة نظري ولكن اتكلم على الهيستوري تاريخ السنة دي نصحتي للجنة او نصحتي المجلس دارة اتحادك ورا عد المطش على خير يعني انا وانتم فاهمين اكيد عدوا المطش على خير المطش محتاجين نتفرج على كورة مش محتاجين شو عايزين نتفرج على حالات تحكمية ده اختم موسم مش عايزين نبوز الموسم فاختار حكم عنده كل المقاومات اللي تسمح له ان يدير هذه المباراة وعلى فكرة لو بتفكر انك عايز تكافئ حكم نجح على مدار الموسم ممكن تديره هذه المباراة ولكن مع كامل احترام اللي ابراهيم نور الدين والله انا ما عنديش مشكلة شخصية معاه بس انا بتكلم على المستوى الفني ابراهيم نور الدين السنة دي اتوقف اكتر من مرة وتوقف على المستوى الافريقية على فكرة ومن ساعتها مرجعش فطبيعي مباراة زي دي مش ابراهيم نور الدين يعني انت لو بتقيمه وبتحطه التعينات بشكل فني مش هتعمله كده ده لو بتعملوها بشكل فني ابراهيم نور الدين على حد معلوماتي طلب انه يدير المباراة دي معلومة بقى انا مش بقول وجهة نظر دي معلومة طلب انه يدير مباراة القمة ومش اول مرة يطلب كل سنة بيطلب اتذكر في مرة كان الكابتن وجهة احمد رئيس لجنة وكان الكابتن احمد ميجاد رئيس لجنة مشرفة على اتحاد الكرة ما كانش رئيس اتحاد الكرة للموقاتس احمد ميجاد كان وقتها رئيس لجنة مشرفة على اتحاد الكرة فوقتها ابراهيم نور الدين طلب فوجهة احمد عرض ده على الكابتن احمد ميجاد أحمد جاد قال له لا استحالة لو ما فيش حد مش هختار إبراهيم نور الدين وساعات أختار محمود البنة في اللقاء اللي كان أول لقاء يجي روح حكام بصريم منذ فترة طويلة جدا فإبراهيم بيطلب ده سنويا وده حق إنه يطلب الراجل عايز يكون موجود في أكبر أهم المباراة ولكن لازم تجيب حكم يتكافي على إدارته ليهزي المباراة بعد موسم جيد جدا المفروض تبقى للمعايير والمقيس في أمين عمر في محمود البنة ولكن على الفار مين بقى؟ بنسبة كبيرة هيكون محمد عادل إمتى يتم الإختيار؟ إمتى يتم الإعلان؟ خلال 48 ساعة عموماً هنشوف الفترة الجاية اللي هيحصل وقبل مطلع الفاصل عايز أقول معلومتين على السريع كابتن توفيس سيد كان عايز يختار محمد الحنفي لإدارة مباراة القمة لكن لغاية اللحظة دي ما تمش الاستقرار أو يعني مش شايفين أنه هو كحكم دولي ممكن يدير المباراة في ظل وجود حكم دولين ولكن الكابتن توفيس سيد كان عايز محمد الحنفي فكرة بقى أنه ممكن يكون آخر مسلم ليه ويعتزل يعني الله أعلم المعايير عندهم إيه؟ الحاجة الثانية فاكرين مطش الزمالك وفاركو فاكرين ضربة الجزاء اللي اتحسبت لأحمد سيد زيزو وكل خبراء التحكيم قالوا مش ضرب الجزاء طاقم تحكيم هذه المباراة تم اختاره أنه موقوف حتى نهاية المسلم طاقم التحكيم اللي كان موجود برئاسة أو بقيادة الكابتن طارق مجدي هذا الطاقم واثنين حكام الفار موقفين حتى نهاية المسلم لأنه احتسبوا ضرب الجزاء غير صحيحة والفار لم يراجع طارق مجدي ولم يخطروا أنه مفيش راكل الجزاء وللأسف اتحسبت راكل الجزاء والزمالك كسب بهذا الخطأ التحكيمي وأعتقد دا مش أول طاقم تحكيمي توقف بسبب أخطاء في مباراة الزمالك أعتقد دا تاني طاقم أو تالت طاقم لأنه كمان قبلها كان وليد عبد الرازق في مباراة الزمالك وبروكسي في كاسماس اتوقف برضو فترة بسبب أخطاء تحكيمية كانت سبب في تأهل الزمالك لدور أس 16 نخرج إلى فاصل ثم نواصل أخبار كتير قوة على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي نطلع أن نتابع آخر أخبار الترنت موسيقى موسيقى شير يا توين العمر شير خرص اللحم نخلقها جديرا جدا لا يوترت لا يوترت على الله الكاربة شالنار يبدع مش مكن يا الله ما بعدها كياب السير يلا يا صلاة الله الله حلقة عرب 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 طيب سريعا عشان وقتنا بيجري معاك بسرعة والنهار دا كان عندنا موضوعات مهمة نروح بسرعة والبداية مع تريند الاهلي والبداية في تريند الاهلي خبر متعلق بصفقة جديدة كورا بلس بيقوله حقيقة مفاوضات الاهلي مع ماركوس امرال مهاجم اهلي جدة المصدر قال لا يوجد مفاوضات رسمية مع البرازيلي ماركوس امرال ولكنه احد العناصر المعروضة على الاهلي وانا بأكد لكم ان الاهلي في اطار التفاوض مع رأس حربة قوي جدا خلال الفترة اللي جاية لاعب اجنبها هيكون داعم بشكل قوي للنادي الاهلي ولكن الاسم غير مطروح تماما لا في الاعلام ولا في السوشيال ميديا طيب نروح لحساب يلا كورا يلا كورا يكشف تفاصيل عرض الاهلي المنتظر لتمديد عقد كولر نهاردة حساب يلا كورا يعني من خلال مصادرهم مع ادارة النادي الاهلي قالوا ان فيه عرض رسمي هيتقدم لمارس الكولر لتمديد تعقود لمدة عامين اضافيين بجانب المدة المتبقية في عقد الحالي اللي هو نهاية الموسم المقبل يعني خلاص السيزون دا او الموسم دا بيخلص لسه في عقد كولر سنة تبقى لمصادر يلا كورا من النادي الاهلي ان فيه اكتجاه لزيادة سنتين كمان على السنة الموجود عشان يبقى كولر مستمر مع الاهلي خلال ثلاث سنوات مقبلة هنشوف دا بالتأكيد خلال الفترة الجاية لما الاهلي ينتهي من الموسم الحالي ملعب القاهرة 24 الاهلي يبحث عن ظاهير ايصر وكولر يطلب خروج الدبيس طبعا خلال الفترة اللي جاية طيب كمان فيه كلام بخصوص الصفقات مبارح كان فيه اجتماع للجنة التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب ومع مرسل كولر في وجود كابتن سير عبد الحفيز والكلام بالتأكيد بقى على التخطيط والتحضير للموسم المقبل فكرة بقى اللعيبة المعارة مين هيرجع امبارح انا شرحت النقطة دي وكلمت فيها بشكل يعني موسع وقلت اللي هيحصل في مسألة اللعيبة المعارة والصفقات اللي ممكن تتم والمراكز اللي انتها ممكن تحتاج انك تدعم فيها لو مرجعتش لعيب معارة كل دا بيتم بحثه خلال الاجتماعات الحالية ولكن لسه ما فيش قرارات رسمية نقدر نعلنها لان الاهل لم يستقر على شكل قيمة الموسم القادم طيب نفس الامر متعلق بصلاح محسن تفاصيل قرار كولر باعادة صلاح محسن للاهل في الموسم الجديد قلت لحضراتكم ان صلاح محسن اكيد كان فيه اتفاق في تعاقد في العارة ان في توقيت معين لازم يرجع صلاح محسن عشان تشوف حاجتين الناحية المالية لو في عرضي تاني لصلاح ممكن يكون افضل من العرض الحالي تبقى للنادي اللي هو بيلعب فيه في فترة الاعارة والفكرة التانية مرسل كولر لو الاهل مضم مش مهاجم محل ممكن هل صلاح يستمر معاه ولا لأ كل الخيارات دي اكيد هتبقى محل النقاش الفترة الجاية واتكلمته وشرحت مبارح قصة صلاح محسن ولكن البعض كان اجزم ان صلاح رجع فبالتالي خلاص ده عودة رسمية عشان الموسم الجديد لسه انت في اطار انك بتشوف التعاقدات تبقى للمعارين وكمان بتشوف احتياجاتك للموسم الجديد عشان تعمل قيمة قوية جدا للموسم الجديد كرة 11 تقلق نجم السماوي خطف اعين كولر صفقة تبادلية اتنين مقابل واحد على وشك الحدوث بين الاهل وبرمز في الانتقالات الصيفية المقبلة بيقولوا ان بيرمز لا يومانا رحيل وليد الكارتي في المقابل ان بيرمز يضم من الاهل محمد مجدي افشا ومحمد شريف طبعا الكلام ده يعني غير وارد خلال الفترة الحالية طب عشان وقتنا جري معاكم للأسف بسرعة نروح لسؤال الحلقة افضل مباراة قيمة من وجهة نظركوا في لقاءات الاهل والزمالي والستفاتح يزيدان بيقول سؤال له اكثر من اجابة لكن المباراة زاد النتاج التاريخية الافضل فمثلا مباراة الكأس والمنتدى التاريخية اربعة تلاتة او مباراة الستة واحد او مباراة خمسة تلاتة او القاضية التاريخية صراحة بحبهم كلهم وتمنى تكرارهم تحياتي لحضرتك يهبو فارس والقناتنا الجميل شكرا جزيلا او استاذ فتحي استاذ عبدالله رضوان بيقول مساء الخير استاذ محمد اجمل مباراة كانت اربعة اثنين وستة واحد بتاعت ابو تريكا ومتعب في الدوري موسم الفين واربعة الفين وخمسة اربعة اثنين في افريقيا كانت في الجون عام الفين وثلات عشر نهاء الكاس الفين وسبعة لخلص اربعة تلاتة واللي كان فيها هترك لأسامة حسني وايضا القاضية ممكن عشرين عشرين بهدف محمد مجدي افش كل مباراة لها طعمها ومزاقها الخاص الاهلي دايما رافع راسنا في العالي ناخد كمان تعليق وتوقع او يعني افضل مباراة استاذة نورة بتقول مطش نهاء الكاس اربعة تلاتة ومطش خمسة تلاتة ومطش السوبر الاخير سفر اتنين واكيد اكيد القاضية اكيد مباراة كبيرة الاهل والزمالك كان نفس اخد كل الاراء بالتأكيد على افضل مباراة قمة ولكن طبعا وقتنا للأسف جيلي بسرعة نتيجة النار دا كان عندنا موضوعات مهمة جدا عايزين نتكلم فيها ولكن في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء